وأخيراً أوجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا فسنبقى شوكة في عيونكم لن نغادر وطننا لن نغادر بلادنا إنه احتلالكم لبلادنا اليوم اليوم وليس غداً لن نرتكب جريمة 48 ولا جريمة 67 الشيخ جراح لن يرحل لن يستكين ولن يهدأ ولن يسكت وغيره الجميع الكل لن يهدأ ولن يسكت ولن يغادر إذا أردتم السلام إذا أردتم الأمن إذا أردتم الأمان لا يأتي بقوة السلاح ولا بالقهر لا يأتي بهذه الأساليب تعالوا إلى كلمة سواء لن نتحمل أكثر مما تحملنا ولن نصبر أكثر مما صبرنا ولكننا سنصمد أكثر وأكثر وأكثر مما صمدنا حتى نحقق النصر والتحرير وحتى نحقق إنهاء الاحتلال من كل أراضينا المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر